وفي هذا اليوم وهو تخريج دفع جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمهد الفاني للقوات المسلحة والدفع 49 للدفاع الجوي احنا موجودين مع ست لواء اركان حرب عبدالعزيز عمر مدير كلية الدفاع الجوي اهلا بك يا فنم اهلا بحضر عليكم باستاذ مشاهدين اهلا وسهلا قل لنا يا فنم ازاي بيتم اعداد وتأهيل الطلبة اثناء فترة دراستهم بالكلية ايه اهم اللي بتركزوا عليه وتبقوا حارسين على اعداد الطلبة ليه هو طبعا بيتم تأهيل الطالب هندسيا طبعا فيه بروتكول مبرم مع كلية هندسة جامعة اسكندرية بيحصل عيد طالب على باكروس هندسة من جامعة اسكندرية بنفس المناهج والمناهج بتطور يوم بعد يوم كذلك القادة العامة لقادة مسلحة وقادة فعجوي لا تدخل جهدا في امداد الكلية باحدث المعامل والمنظومات التعليمية اللي بتقدر تأدي لها زغاراتيا ايه الكلمة اللي النهاردة بتحب توجيها للطلبة لأسر الطلبة كمان في يوم تخرجهم وبحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات مسلحة ايه تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات مسلحة ده بنسبة لنا يوم عيد ولكن في نفس الوقت بيدلنا مسؤولية كبيرة جدا ان رغم حرص رغم مسؤولات سيطة الجسيمة حرص سيطة نتواجد معنا في هذا اليوم ده بيدلنا مسؤولية كبيرة جدا ان احنا لازم نهتم قوي بما تحصلنا عليه في الكلية وان نهتم بالمهمة المكالة الينا وهي مهمة جسيمة جدا وهمة جدا وهي حماية سماء مصر لنا الغالية بقول لابناء الخارجين لازم يحزوا حزوا من سبقوهم ان احنا دلوقتي الاحتفال ده متميز متزامن مع عياد اكتوبر المجيدة واصلا الكلية منشأت كاحد نتائج حرب اكتوبر انشأت ستة اربعة وسبعين وبالتالي لازم نحزوا حزوا اجيالنا السبقين ولازم ان احنا نهتم بتحصيل العلم كمان بحب ان انا اوصيهم المرؤوسين بتوحهم لانه الطالب يتخرج من عندي هنا زابط يقود بحثة فررية تحديده مرؤوسين المرؤوسين دولهم خير اجناد الارض لازم يعلمهم كويس وينقل لهم كل ما هو تعلمه في كلية ويتحلى بالانضباط الزاتي ويهتم بتحصيل العلم يوم بعد يوم